نفس الفكرة بيتيجي حضرك تضع النص تمام اهو قادة النص اهوت بتضعه هنا وبعدين بيتيجي بقى بيديك الايه الهاندرايتنج تو فتلاقي الشكل هنا اتغير الهاندرايتنج سي هو هنا بيسمى هاندرايتنج بتلاقي الشكل هنا اتغير بشكل ايه بكفونت يعني للخط تقدر تكبر الخط من هنا تقدر ايه اللون السايز وتقدر كمان حضرك تعمل generate للامج تاخدها على ايه صورة تمام وتعمل ده واللود للصورة ديت وتنزل الصورة عند ايه عند حضراتها فاذا الجزء ده ينزل ايه ينزل ايه كصورة عند ايه عند حضراتها ده بالنسبة للموقع ده لكن طبعا انا بفضل الموقع اللي قبله لكن انا برضو حبيت ان انا ايه برضو اقولوا حضراتكم لعله برضو البعض يستفيد منه برضو نجيب الموقع ونقيه ونرسله لحضراتكم على على الشات عندنا كمان موقع تاني اللي هو طبعا ملفات البي دي اف طبعا البعض بيحب ان هو يتعامل معاها بقى ويقول والله يعني ان يتعامل مع البي دي اف البي دي اف في موقع جميل انا دايما بحب اتعامل بيه واكيد يعني حضراتكم يعني كلكم او اغلبكم يعرفوا اللي هو في اي لف من الموقع الجميلة لما تحب حضراتكم تتعامل مع ملفات البي دي اف طيب نشوف بيقدم ايه الموقع حضراتكم تقدراتكم تستفيدو بيه ايه اذا الموقع لما حضراتكم تفتحوه لو اللي يعني بيفتح معايا الموقع بيض بعض الخدمات طبعا خدماته كتير زي ما حضراتكم شايفة طبعا هو اضيف بعض الخدمات كمان اهوت اه انا فعلا لسا ما جربتهاش يعني لسا شايفها دلوقتي مع حضراتكم اللي هو بيعمل حتى compare للبي دي اف يعني ممكن حطله مثلا اتنين بدي اف ويقرر ما بينهم ده شيء قوي اه ابتدى ان انا ايه اجربه لكن الاغلب الاغلب اللي بيحب يستخدم الملف ده بيحب يستخدمه انه يعمل اه مثلا عندي ملفين ثلاثة بدي اف وعاوز ادمجهم مع بعض فاعمل ايه اخليهم مع بعض ادمجهم فبقا بيعمل حاجة اسمها merge pdf يعني يدمج عندي ملف فيه تلت صفحات وملف فيه عشر صفحات عايز ادمجهم مع بعض يبقوا تلتاشر صفحة في ملف واحد فالمرج هنا المرج بيقدم الخدمات الsplit مثلا الخدمة التانية يقسم انا عندي تلتاشر صفحة عاوز اخلي فيه اقسم الملف ده عندي ملف تلتاشر صفحة وعاوز ان انا اقسمه لملف اربع صفحات ومللف تسع صفحات اعمل split اقسم الاثنين اقسم هملي في ملفين واحدد الصفحات اللي انا عاوزها يعني مش لازم ان انا يخدلي الصفحة واحد واثنين وثلاثة بالترتيب لا انا ممكن احدد كمان الصفحات اللي انا عاوزها هنشوفها دلوقتي مع بعض كمان بيعمل حاجة اسمها compress للPDF وكمبريس للPDF هنا مش دي مرتبطة اكتر بحجم الملف خلي بالحضراتكم مرتبطة اكتر بايه بحجم الملف يعني ايه حجم الملف هو هنا هتلاقيه بيقول والله انا بقلل هنا بيعمل reduce للفايل size بيقلل حجم الملف ليه لان زي ما حاركوا عارفين لو رجعنا بقى وشوفنا الجزئية اللي دايما بنتكلم عنها في عندنا في المكررات دايما البعض يشتكي او مثلا يقول والله انا عندي مشكلة لما بجي ادخل هنا في المحتوى في المحتوى بتاعي هنا وابتدي انشئ محتوى برفع ملف برفع فيديو مثلا برفع مثلا صورة فباجي ارفع يديني رسالة ويقول لي والله خلاص انت يعني وصلت للحد الاقصى المسموح به انك تقدر ترفع ملفات ما تقدرش ترفع تاني ليه لان المكرر لوو 250 ميجا المكرر هنا لوو 250 ميجا تمام فقط المتحين لحضرتك ما تقدرش بعد المتين وخمسين ميجا دي تقدر ترفع ملفات تانية فلذلك هنا حاجتين لائما ان حضرتك تلتزن بالمساحة دي ايات 250 ميجا وعشان تلتزن بيها لازم الملفات اللي تدخلها هنا في المحتوى داخل المكرر تكون ملفات حجمها صغير فيديو طبعا بفادة الفيديو بتستهلك كتير من المساح لذلك في مواقع بتعمل عملية ايه بتعمل عملية الكمبريس دي او تعمل الموقع اللي هو ال I love BDF ده اللي بي ايه ممكن تدخله ملف BDF مثلا مساحته 2 ميجا 3 ميجا يقوم محاولها لي ليه ايه التانية الافضل بقى من الكلام ده ان احنا عشان ما نستهلكش المساحة بتاعتنا في المكرر ان نخلي ملفاتنا كلها اللي احنا عاوزين نخلي جوه المكرر ما يبقاش جوه المكرر كملفات نخليك روابط يعني ايه يعني زي بالظبط ما حضرك ما حضرك تيجي تفتح الاميل بتاعك وتفتح ال One Derive في ال One Derive هنا حضرتك حط بقى الملفات Excel والباوربوينت والPDF زي ما حضرك شايف معايا هو تمام الفيديو الاوديو اي ملفات حضرك عاوزة ده حطها هنا احنا مخزانة عادي هنا في ال One Derive واخد الارتباط اخد الرابط وضع الرابط في ال One Derive رابط ايه هيفتح له الملف بس مش يفتح له الملف موجود جوه ال Blackboard لا هيفتح له الملف اللي موجود فيين اللي موجود هنا في ال One Derive احنا نستهلك مساحة المكرر بتاعنا الموجود في ال Blackboard طيب ازاي يرفع ملفاتنا طبعا لما حدرك بتيجي هنا بيديك حاجة اسمها Ad New ضيف حاجة جديدة نعم ضيف اي حاجة جديدة ضيفها اه نضغط عليها هيقولك انت عاوز تنشئ مجلد جديد انشئ مجلد عاوز تحمل Math حمل ملف او عاوز تحمل مجلد حمل مجلد فيش مشكلة خالص يعني يعني برضو هنا وعندوش اي مشكلة عاوز تنشئ ملف Word هنا وفتاحه وتشتغل عليه هنا مفيش مشكلة الفولدر upload هنا خلي بقى حضراتكم ان الفولدر upload هنا غير الفولدر اللي فوق ده الفولدر اللي فوق ده ده New Folder يعني حضراتك هتفتح هيبقى مجلد فاضي وانت تضع داخله يعني تدخل جواه وتبتدت ايه تضيف ملف لكن الفولدر upload هنا ان لو عند حضرتك مجلد فيه مجلد عشر ملفات ملف يعني عشر ملفات ملفات فيها PDF وفيها Word وفيها فيديو كده تقوم ضغط على كلمة فولدر upload وتقول له انا عاوز المجلد ده انا عاوز المجلد مرة واحدة دفعة واحدة يبقى هيقوم ناسخ المجلد باللي جواه ده المجلد من الموضوع مش هيبقى مجلد فاضي لأ انا عاوز مثلا تحرير الملفات دي وفيها ملف وفيها حاجات كتير تمام لما اجي اعمل كده تحرير وقم اي upload هيموخد للمجلد اللي اسمه تحرير الملفات دي كله بال ملفات اللي جواه ودي برضو من المزال الكويس الموجود طيب خلاص احنا حمينا المجلد او حمينا الملف الاحسن هنا نعمل ايه نقوم جايين ادى الملف ادى الملف اهو الملف زي الملف ده او ملف بدي اف مثلا زي الملف ده اعمل فيه اقوم جاي من هنا كده من ثلاث نقاط واقول له share مشاكة تمام والمشاركة دي خلي بالحضراتكم بتاخد هنا بقى كوبي تنسخ تمام او بلاش ناخد الملف ناخد ملفتين ناخد الملف ده